أصعد الله مساءكم مشاهدين الكرام أهلا بكم في نشر التلفزيون لبنان العدوان الإسرائيلي على الحدود الجنوبية والبقاع يستمر متقطعا والمقاومة تضرب في الجولان المحتل وقبالة الجنوب صباق بين الحرب المستعرة على غزة من زاوية رفح ومواقف بايدن المتماوجة بين الضغوط لوقف الحرب وسياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة نتنياهو يقول ندرس الاقتراحات أوساط المراقبة ضمن توقع انتهاء الحرب واشنطن تضع مسارا لإنزال نتنياهو عن شجرة المواقف الشديدة بدعوته إلى إلقاء خطاب أمام الكونغرس وتأمين التفاف سياسي إسرائيل واسع حوله يعيده إلى تأليف حكومة خالية من اليمين المتطرف الراعي لو أن السياسيين عندنا يشعرون بموهبة الروح القدس لكانوا انتخبوا رئيسا للجمهورية إيهاب حمادي بعد تطورات غزة وجبهة لبنان نحن الآن أشد تمسكا بفرنجي للرئاسة اللقاء الديمقراطي ينطلق بمبادرته الرئاسية الأسبوع الطالع وبلال عبدالله لتليفزيون لبنان نفعل التحرك واغتنام اللحظة من أجل الوصول إلى تسوية القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية علي باقري كاني يزور لبنان إذن البطيارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي رأى لو أن السياسيين لدينا يشعرون بموهبة الروح القدس لا تحرروا من مصالحهم الخاصة من أجل الخير العام ولكانوا انتخبوا رئيسا للجمهورية يلتزم الثوابت الوطنية ويؤمن بيئة نظيفة فلنصلي خلال عظة قداس الأحد الإلهي بمناسبة عيد سيدة الزروع على نية المزارعين والقطاع الزراعي الراعي دعا الدولة إلى دعم المزارعين وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين التكيف مع التغير المناقي نستطيع أي سياسي القيام بوظيفته الخطيرة من دون العودة إلى الروح القدس لو فعلوا ذلك لكانوا انتخبوا رئيسا للجمهورية وقبل نهاية خدمة الرئيس العماد مشه العون وفق الدستور المادة 73 ولا كانوا اختاروا منذ ذاك الحين رئيسا يغير ويخلق بيئة وطنية جديدة نظيفة ولا كان وأوجد سلوكا أخلاقيا والتزاما بالثوابت التاريخية متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثودوكس المطران الياس عودي تحدث في خدمة القدس في كاتدرائية القديس جاورجيوس عن الأزمات المتفاقمة القاتلة وعن تعطيل مشبوه يساهم في تفكك وتحلل الدولة داعيا إلى انتخاب رئيس الجمهورية فورا وما يفاقم الوضع تقاؤس السلطة عن البحث الجدي عن حل للمشاكل العديدة التي تنغذ حياة اللبنانيين وأولها انهيار الاقتصاد وكيفية إعادة أموال المواطنين والحرب التي يتحمل نتائجها اللبنانيون دون موافقتهم عليها وترد الأخلاق والفوضى التي تعم قطاع التربية وضياء الطلاب نتيجة القرارات العشوائية التي تساهم في تدني مستوى التعليم اللبنانيون مسؤولين ومواطنين ارتكبوا ويرتكبون أخطاء كثيرة في حق وطنهم لكن الوضع لم يعد يحتم وعلى الجميع تدارك الأمر أما النواب فعلى عاطقهم مسؤولية تاريخية في تطبيق الدستور دون مواربة وانتخاب رئيس في أسرع وقت لكي تعود المؤسسات إلى العمل المنتظم المنتج المبني على الصدق والأمانة وابتغاء الخير العام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب هاب حمادي في مناسبة تأبينية في البزالي البقاع رأى أن كل العالم تغير وخضع للمتغيرات على مستوى المنطقة والعالم إلا بعض الداخل اللبناني الذي حتى اللحظة لا يزال يعيش في العصر الحجري ونقول هؤلاء في الداخل اللبناني إن مرشحنا أو من نؤيد لموقع رئاسة الجمهورية هو الوزير سليمان فرنجي نتيجة لما نراه من مواصفات ومعايير متوافرة فيه إننا من خلال ما يحصل في غزة وما يجري على الجبهة في لبنان إننا الآن أشد تمسكا بخيارنا وهو الوزير الفرنجي مرشحا للرئاسة أحمد أضاف إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يطرحه على مستوى مبادرته التي أعلنها يستدرك وقعه الانتخاب المنهار لذلك يصح أن نقول إن فلسطين أصبحت الناخبة الأول في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الآتية وليس في أمريكا فحسب إن فلسطين هي الناخبة الأول لاحقا في كل انتخابات الحكومات حتى على مستوى الغرب وأضاف أحمد إن بايدن اضطر ليحفظ ماء وجهه ولأنه لا يستطيع أن يواجه هذا المد العالمي قدم مبادرة تتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار وبالمرحلة الثالثة لديه حديث عن حل الدولتين بغض النظر عن موقفنا من هذا الأمر فيما أفيد عن عودة قريبة للمفد الرئاسي الفرنسي وفيما يخص المبادرة الرئاسية للقاء الديمقراطي لحزب التقدم الاشتراكي عضو كتلة اللقاء النائب الدكتور بلال عبد الله أوضح لتلفزيون لبنان أن المبادرة استكمال لمحاولة تحقيق خرق في جدار أزمة الانتخاب الرئاسي واغتنام اللحظة الإقليمية وجهود لدغيان للوصول مع جميع الأفريقاء وبأي صيغة حوار أو لقاء أو تشاور إلى تسوية خريجنا من الأوضاع الغانقة الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي يستكمل مساعيها التي بدأها منذ بداية الفراغ الدكتوري الرئاسي أكثر من المحاولة كانت اتجاه جميع الأطراف اللبنانية وهو اليوم سيحاول من جديد إيجاد خرق في جهة الجدار الكبير بين الفرقاء السياسية لدرياني مستفيدا من اللحظة الإقليمية ربما موظفا الجهد الكبير للجنة القباسية للمفتفرسة لدريان محاولا قدر الإمكان تقريب جهة النظر بأي نظر لا نتكلم هنا يعني صيغة حوار أو تشاور أو طلاقي المهم أن نحث أجنيع الخوات السياسية على ضرورة وأهمية التسوية السياسية الداخلية في ظل هذا المأزق الوجودي الذي يمر به لبنان كان تجاه الحرب مع إسرائيل أو لتفاقم أثبت النزوح السوري وربما اختلاف المقاربات تجاهه من مجموعات اللبنانية كثيرة إضافة إلى العبء الكبير للوضع الإصطاد الاجتماعي الذي يرهق الوضع اللبناني نعم اللقاء الديمقراطي سيستمر بهذا المسعى وهو لن يألو جهدا في زبيل إنقاذ المصلح الوطني اللبنانية وفي كليمونسو وفد من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات تداول مع الرئيس وليد جمبلاط في دارته في عدد من القضايا ضمنها موضوع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية كمدخل أساسي لحل الأزمة المتفاقمة إضافة إلى مسائل أخرى كقانون الانتخابات واللا مركزية الإدارية أو الفيدرالية وتم البحث بمستهل اللقاء في موضوع النازحين السوريين وإيجاد حل عملي لمعالجة تداعيات هذه الأزمة من البقاع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رأى أن دعم غزة وأي مقاومة ضد العدو الإسرائيلي ليس له طائف أو مذهب ولا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة المقاومة يمكنها أن تدفع بواقعنا نحو الأفضل ولكن يبقى العامل المذهبي هو العامل الخطير الذي يجب أن نخرج منه بمشروع هذا المشروع وهذا الذي ذكرت عدم تدخل المذاهب أن لا تكون يدا للسلطة للسلطات للحكام للدول أن تكون يدا لها تنفذ إرادة الغرب هذه المذاهب وظيفتها أن تدفع شعوب المنطقة إلى التلاحم إلى الأخوة المسلم أخو المسلم شاء أو أبا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم المشروع كما ذكرت أنا لست ضد المشروع الوطني ما مشكلة لكن أن يكون هناك استراتيجية عربية وإسلامية كن في سقف السقف وضعه الله سبحانه وتعالى من الحرارات السياسية والميدانية إلى حرارة الأحوال الجوية في لبنان مطلع حزيران تقرير مونة العلي يتناول الحال كأنه لا يكفي اللبنانيون ما يعانون من حرارة الأزمات المتلاصمة معيشيا وأمنيا حتى تشتاحهم كتل هوائية حارة معطوفة على ارتفاع بنسبة الرطوبة والسؤال كيف سيواجه المواطن هذه الموجة في ظل الظروف المعيشية الصعبة لنا مثل هالعالم يعني منوع بالبيت مندور البكيف مروحها أولاد بقى تلعب بقى تنبسط فحبنا نزلهم هون وسائع بتلع المسابع صارت زيادة أوفر عن زوم فبضل لنا شط لبنان لألنا لهالناس اللي بحبوا ينبسطوا والله على البحر من الصبح أحلى شيء سباحة وتشميسة أهلا من التنتاني يا بحر يا نهر ما هو هاللبنان الوحيد أربع فصولة بدك بحر فيه بحر بدك تلاش فيه تلاش بدك نهر فيه نهر بيجي الشوب أهلا وصلاة وعم بيجي حارب معه حيجي الشوب بالنسبة لله المعوض على الشوب بالعالمي هلأ لابس هادة وعمام رياضة بالنسبة للمكيف ما بعرف يعني أنا بالنسبة للوضع يعني أنه عم بيقطعوها كتير وحتى الاشتراك كمان عم بيقطعوها كتير بس بالبات بيضلك أحسن من برة بننزل على الروش هيا وهيا كاو على البحر نقضيها على البحر بفتكر بكرة سباحة بكرة سباحة واليوم بنعمل نهار بايكين كل نهار يعني عم نكذر شوية عم نعمل شوية ترياضة هي صباحية يعني هلأ بعد بكير للبحر لي خلصوا امتي حانات آخر السنة أول شيء ما خرج البحر سباحة يعني عليك الموجة دي عالي آآ الثاني شيء فشت خلق الكورنيش لكل العالم آآ بهالبلد الصوري الزفت يعني ما في شيء ظابيط الحمد لله يعني بعد في قلنا هالمنفس أهل بيروت نقدر ننزل ونتمشى هيدا الشيء الوحيد اللي بقي لنا أما إذا بدي كون مع العيلة بفضل لا كون على البحر عين المريسي لأنه كمال حلو كتير البحر هيدا البحر عين المريسي بمواجهة بيروت وصار نظيف وخرج تقد العيلة كلها سوا ويتسبحوا الولاد لو جبتي قهوتيك وجاوزك تصياد عدتي جنبه الولاد تسبحوا بتنبصر يعني شيء ساعتين بتروحي على البد بتكوني أنتي مبسوطة ومرتاحة ومنه ما كتير بتكون البدجكة عالية للظهرة مثل العادي عم بتمشى وعم بمبسط نحن تحت تأثير موجة حر بدأت اليوم الأحد عنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فينا نعتبر هذه الجبهة الأولى والكتر الحرارة الأولى اللي بتسيطر ضمن أجواء الصيفية عنا بلبنين لذلك سيكون عنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ظروة هذه الكتر الحرارة ستكون هدا إن شاء الله سيكون عنا درجات حرارة قياسية غدا سترتفع درجات الحرارة في بيروت لحدودة 35 درجة في البقاء ممكن توصل إلى 40 درجة وأيضا في الجنوب رح تصل إلى 36 درجة إذن موجة حرارة شديدة تشتاح لبنان وتضاف إلى حرارة الأزمات المعيشية لكن اللبناني أثبت أنه قادر على التأقلم كعادته بارتياد البحر وغيره من الأماكن الأخرى للتخفيف من وطأة موجة الحر إلى الجبهة اللبنانية الحدودية الجنوبية العدوان الإسرائيلي يستمر متقطعا ويمتد من بنت جبال في الجنوب إلى شمستار في البقاء ليلة ثم يعود جنوبا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي العدواني على بلدة حولة في قضاء مرجعيون ما أسفر عن شهدين مدنيين المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط تليل كفرشوبة المحتلة لجهة المناطق المحررة ما أسفر عن عدد من الحرائق في وقت استهدفت المدفعية الإسرائيلية منذ الصباح بشكل متقطع أطراف بلدات النأورة والضهيرة ويارين كما انفجر صاروخ اعتراضي فوق مركبة وليل السبت الأحدى الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة قلد السبع غرب بعلبك كربش مستار ما أسفر عن جريحين الناطق الحربي الإسرائيلي أفخاي أذرعي زعم الرد على إسقاط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو أطلقه الحزب بأن أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مجمع عسكري يستخدمه حزب الله في منطقة البقاء ليلة أمس كما أغارت جنوبا على بنت شبايل وقانا وبرعشيت في المقابل حزب الله استهدف ألية للعدو الإسرائيلي في موقع العباد وأحرقها صاروخ اعتراضي انفجر في أجواء مستعمرة المطل بعد دوي صافرات الإنذار في المستعمرات المقابلة للقطاع الشرقي كما ضربت مرتين مقار قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات الصواريخ الكاتيوشيا المقاومة الإسلامية كانت قد نفذت هجوما جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة الجامع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل حيث استهدفت رادار القبة الحديدية وأماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة ما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتلى وجرحه بحسب البيان المقاومة ضربت هذا المساكريات شمونة والمطلة بعشرات الكاتيوشيا كتب وزير الزراعة دكتور عباس لحاش حسن عبر حسابه على منصة X اعتداء آخر ينفذه العدو الإسرائيلي على المزارعين العزل ومربي المواشي في بلدة حولة أسفر عن استشهاد الأخوة علي ومحمد مصطفى قاسم رافضين الخروج من أرضهم وقرروا الصمود حتى نايل وسام الشهادة حنيئا لهم وإلى فلسطين المحتلة حيث العدوان مستمر إعلان جباليا وبيت حنون منطقتين منكوبتين وحماس تطالب باتفاق كامل بغض النظر عن مبادرة بايدن قناة الحدث السعودية بثت أن مصر ستقدم إلى واشنطن وثيقة تتضمر مطالبها بإعادة فتح معبر رفح في وقت أفادت تقارير أخرى بقبول الإسرائيليين بمشاركة فلسطينيين في إدارة المعبر ووفق التقارير ستشمل الوثيقة انسحابا إسرائيليا غير مشروط من معبر رفح قطاع غزة من دون قيود بلغ العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الأربعين ما بعد المائتين ووسط تواصل القصف أعلنت لجنة طوارئ البلديات في شمال قطاع غزة كل من جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حنون مناطق منكوبة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية التي شمنها الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية وتزامن ذلك مع دعوة الولايات المتحدة وقطر ومصر حماس والكيان الإسرائيلي إلى إبرام اتفاق بناء على المبادئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وأكدت الدول الثلاث أن الصفقة تخدم مصالح الجميع من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرة والمحتجزين فيما تمسكت حماس بضرورة تطبيق الاتفاق الكامل الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا وإغاثة وأعمار القطاع مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن يمكن أن تكون قد وضعت مسارا لإنزال رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عن شجرات المواقف التي صعد إليها بدعوته إلى إلقاء خطاب أمام الكونغرس ومجلس النواب وتأمين التفاف سياسي إسرائيلي واسع حوله يعيده إلى تأليف حكومة جديدة خالية من اليمين المتطرف ثم يمتلك نتنياهو حجة مقنعة للإسرائيليين فيخاطب رافضي وقف الحرب أن واشنطن ضغطت على حكومته ولا تستطيع تل أبيب رفض قرارات الأمريكيين في ظل التحالف الاستراتيجي الوجودي بين تل أبيب وواشنطن القناة 12 التابعة للعدو الإسرائيلي نقلت عن عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة قولهم أنه لا يجوز تفويت الفرصة وعلى رئيس الوزراء بن يمني نتنياهو أمن يقف وراء عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن وأن يدعمه ألاف الإسرائيليين تظاهروا في مسيرة في ساحة كابلان وسط الأبيب للمطالبة بالتواصل إلى الاتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس وإجراء انتخابات جديدة في حين طمعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين وحاولت تفريق تجمعات بالقوة عبر استخدام صهريج المياه واعتقلت عددا منهم بتهمة إثارة الشغب وفي نيويورك أوقفت الشرطة 30 شخصا على الأقل بعدما اعتصم محتجون وأيدون للفلسطينيين أمام متحف بروكلين وقد اتهمت بعضهم بارتكاب مخالفات واعتداءات وإطلاف أعمال فنية بالمتحف وفي منطقة البحر الأحمر نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ست عمليات عسكرية دعما لغزة بحسب مصادر منتصف ليل السبت الأحد الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهور شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات فيما عمليات الأربعة الأخرى استهدفت سفنة تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين محتلة منها سفينة مينة، سفينة الأوراك، وسفينة أبلياني استدعت الوزارة الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه احتجاج إيران على اتهامات خبيثة ولا أساس لها وجهتها ستوكولم لإيران ومفادها أن طهران تستخدم عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد وكان الاتهام السويدي لطهران قد حصل بعد أسبوعين على إطلاق أعير نارية قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكولم وبعد ثلاثة أشهر على العثور على أبو أبو مفعل في محيطها وتحدث السفير الإسرائيلي حينها عن محاولة هجوم وأفادت السفارة الإيرانية متأسفة أن بعض وسائل الإعلام السويدي نقلت ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة عن وسائل الإعلام ومؤسسات تابعة للنظام الإسرائيلي الغاشم المجرم من بلدة حبوش الجنوبية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رأى أننا في موقع من يمسك بحبل القوة إن العدو لديه بأقزق حكومي سياسي داخلي ولديه تمزق بنيوي وإحباط استراتيجي من خلال قدرات كان يتبجح بها وظهرت على حقيقتها الآن إن هذا العدو لا يمتلك إمكان ردع ذاتي على الإطلاق وأشار رعد إلى أننا لو دفعنا مليارات الدولارات للوسائل الإعلامية في الغرب حتى تظهر العدو على حقيقته لما كان لنا أن نحقق ذلك لكن ما فعله العدو من توحش في غزة هو إسقاط نفسه بنفسه ووفر علينا الإنفاق من أجل كشف حقيقته ورأى أن الغرب الذي كان ينظر علينا بالديمقراطية وبحقوق الإنسان تبين أنه ينافق وهو صانع التوحش الإسرائيلي وعندما أذكر الغرب أشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجميع حلفائها إن المفلس الحقيقي من هذه المواجهة الاستراتيجية هي الأنظمة السياسية الضعيفة الهزيلة المتساقطة في منطقتنا والتي ألقى بنفسها في أحضان الإسرائيلي من أجل أن تطبع على قمعه فاصل فنواصل بدعوة من رابطة كاريتاس لبنان إقليم المتن الأول أنطلياس شارك عدد كبير من المؤمنين بقداس السنوي الذي رأسه راعي أبراشية أنطلياس المارونية مطران أنطوان أبو ناجم في كنيسة سيدة الغابي ببيت شباب حيث يشدد المطران أبو ناجم على معاني العطاء والضمير والروح القدس وقيم المسيحية مش وقت هلأ نتراشق بالاتهمات ونقول هو أو كلنا بدنا نرجع عيد النظر هل أنا ماشي بحكمة هذا الدهر؟ وعم بسط بيسوع مترق أساء هذا الدهر؟ بعدين رؤساء هذا الدهر مين جابهم غير الناس والشعب؟ ما وصلوا هيك نحنا انتخبناهم كلنا مسؤولين على هذا الموضوع لو عرف رؤساء هذا الدهر حكمة الله ما كانوا صلبوا المسيح الحرب اللي عم بتصير بغزة وبأوكرانيا وبكل بلدان العالم في اتنان وخمسين حرب عم بتصير بس ما عرف بيهود اتنان ليش؟ لأنه في رؤساء هذا الدهر قرر يقتلوا الناس وقرروا يجوعوا الناس وقرروا يشاردوا الناس وقرروا يتركونا بيوتنا هذه حكمة هذا الدهر يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياد يومي الاثناء والثلاثاء سوريا حيث يلتقي وزير الموارد المائية حسين مخلوف ويرأس معه في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري اجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه والبحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق اتفاقي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وطرق الحفاظ على بيئة الأحوال المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة كذلك سيحضر موضوع التعاون في سبيل الحد من فيضان النهر الكبير على السهولة الزراعية في عكار وأعباء النزوح السوري وطرق التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع إضافة إلى المشاريع المزمع تأسيسها لناحية الصرف الصحي والري وطرق تمويلها وذلك بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كل البلدين وسيلتقي فياض على هامش الزيارة الرسمية بوزير النفط السوري في راس قدور ثم وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل أكد وزير الزراع عباس الحسن خلال جولة تفقدية له في رأس العين الجنوبية ومحيطها أنه سيكون هناك مسح بالأضرار التي مني بها الجنوب من العدو الإسرائيلي وذلك بالشراكة مع مجلس الجنوب وباقي الهيئات التي كلفت من الحكومة اللبنانية من أجل التعويض على أهل الجنوب في الجنوب لا شك هناك أضرار ولكن أيضا في فلسطين المحتلة هناك أضرار أكبر بكثير ولكن الفرق نحن همشنا الإعلامي كبير جدا أنتم تواكبون تتابعون كل خزيفة عن تسقط وتحرق شجر الزيتون عم تتابعوها أما العدو الإسرائيلي فهو عمل حصار مطبق على هذا الأمر لم نعرف أدي رحله أتلى ولا نعرف أدي عنده أضرار برجع على موضوع الجنوب نعم لدينا مسح 80% تقريبا يطار هذا المسح مجرد وقف العمليات العدائية الإسرائيلية سيكون هناك عمليات مسح بالشراكة مع مجلس الجنوب وباقي الهيئات التي كلفت من الحكومة اللبنانية حتى يصار إلى مسح الأضرار والتعويض عن الجنوبيين وأهلنا في كل لبنان وطبعا الحكومة اللبنانية ملتزمة ولا يمكن إلا أن تلتزم بهذا الأمر رغم الإمكانات الضعيفة بالإضافة إلى شركاء لبنان وبالإضافة إلى الدول الصديقة التي ستقف حتما إلى جانب لبنان في مركز إمام الخمين الثقافي في بعلبك عقد اجتماعه مع وزير الأشغال والنقل الدكتور علي حمي ورئيس تكتل بعلبك الهرمل للنائب حسين الحاج حسن والنائب قبلان قبلان في حضور عدد من الشخصيات وقد تناولوا موضوع تأهيل الطرق في محافظة بعلبك الهرمل والبقاع نحن إن شاء الله خطتنا أن كل الطرقات على الأقل الرئيسية التي تربط البلدات بعضها ببعض الطرقات الأساسية بمختلف البلدات وخصوصاً بالمدن نقدر نلزمها هذا العام بالنسبة لطريق ظهر البيدر طريق ترشيش مستشفى تلشيحة طرقات ظهر البيدر طريق منشتورة للمصنع من المصنع مرج الزهور من المصنع للحدود السورية قاعدة للحدود السورية هذه الطرقات بطبيعة الحال كمان أعلننا عننا وفرنا للإعتماد لتلك الطرقات لأن هذه الطرقات الدولية هي الطرقات الأساسية التي تقدر توصل كل المحافظات بعضها ببعض فض العروض على ما أظن بنص شهر أحزيران وإن شاء الله مجرد من فض العروض حنبدأ بعملية التلزيم لتلك الطرقات لأنه التمويل جاهز لكل تلك الطرقات الدولية تمنينا على مع الوزير أدنى فيه يعجل بالعملية الإدارية داخل وزارة الأشغال مع هيئة الشراء العام مع دوان المحاسبة مع وزارة المالية حتى يكون فيه بأسرع وقت البدء بعملية التنفيذ والسليم الطرقات حتى يكون فيه قبل موسم الشتاء الآدم يكون فيه عمل للناس تمنينا عليه كما تفضل الأخ الدكتور حسين حج حسان أن يكون العمل ضمن المهل المتاحة متجاوزا للروتين الإداري المعقد في الدولة اللبنانية لاختصار الوقت بمعرض المشاركة في طهران بمؤتمر حول غزة قام وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بالزيارة عائلة وزير الخارجية الإيرانية الراحل حسين أمير عبداللهيان والتقى أرملة الفقيد وكريمته وابنه محمد حسين وأدى لهم العزاء كما أكد أمامهم أن الشعب اللبناني على تنوعه كان يكن الاحترام لهذه قامة ديبلوماسية الاستثنائية التي رهنت جزءا عزيزا من عمرها في الدفاع عن قضايا الحق وفي طلعاتها قضية المظلومية الكبرى في فلسطين وأضاف أن الراحل هو من الشهداء إن كل من حمل لواء الدفاع عن قضايا الحق وأهمها قضية فلسطين يعتبر شهيدا كيفما كانت منيته معلوم أن القائم بأعمال الوزير الخارجية الإيرانية علي باقري كان يزور لبنان وسيلتق الرئيس ميقاطي فهرغد تقدم الرئيس الإيراني السابق محمد أحمد إنجاد بأوراق ترشحي لخلط الانتخابات الرئاسية في إيران وكانت وكالة مهر الإيرانية أفادت بتقدم 17 مرشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الحالي وتشير التقارير إلى أن قائمة المترشحين الحالية تشكل في غالبيتها ممن يحسبون على الطيار المحافظ في الوقت الذي لا تزال القوى الإصلاحية تبحث عن شخصيات قوية لدخول المعترك الانتخابي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت مشاركة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي في قمة قادة دول مجموعة السابع التي ستعقد ب13 و15 حزيران في إيطاليا وأشارت ميلوني إلى دعوة 15 دولة ومنظمة من خارج المجموعة إلى القمة في الغدون أعلنت سويسرا تنظيم مؤتمر بشأن أوكرانيا يومين 15 و16 حزيران المقبل من دون مشاركة روسيا الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا من جهتها أكدت أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى ولو تمت دعوتها إليه مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فازيلي نيفيدزيا وصف المؤتمر السويسري المقبل بمجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة موسيقى ريال مدريد ينتزع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخمسة عشر بتاريخه موسيقى فاز نادي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة خمسة عشر في تاريخه والسادسة في آخر 11 عام بعد إحرازه هدفين نظيفين على بوروسيا دورتموند في النهاء الذي أخيمه في ستاند ويمبلي السابط واكتفى دورتموند الذي احتل المركز الخامس في الدولة الألمانية هذا الموسم بلقب وحيد في دولة الأبطال الذي أحرزه في العام 97 وخسر النهاء الثاني على التوالي بملعب ويمبلي بعد السخوط أمام بيرم يونيخ بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية في العام 2013 وافتتح داني كارفخال التجيل بضربة رأس في الدقيقة 74 قبل أن يضيل في نيسيو 6 يونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تزيدة من داخل منطقة الجزاء وغاب ريال مدريد بشكل شبه كامل عن الشرط الأول إذ اكتفى بالدفاع والاحتماد على الهجمات المرتدة التي لم تصفر عن أي خطورة على دفاع دورتموند في المخابل كان الفريق الألماني أخطر وتناوب لعبه على إهدار فرص عدة كانت كافيلة بإحراز التخدم مبكرا وأهدر كريم أديمي فرصة انفراد بمرم كورتوا في الدقيقة 23 حيث حصل على الكرة وحاول مراوغة الحارس البلجيكي لكنه لم يتمكن من التحكم في الكرة لتدخل الدفاع في الوقت المناسب ويبعد الكرة إلى ركنية مشاهدين الكرام في الختام ملك وأنا نشكركم ودومتم بخير موسيقى موسيقى